عندما يطرح اسم الرئيس الأمريكي السابق جوش دابليو بوش يتبادل إلى أذهاننا بسرعة أنه ذاك الرئيس الجمهوري الذي شن حملة على الإرهاب إلا أنكم ستكتشفون أنه يملك موهبة فنية في الرسم ابتدأت عند انتهاء ولايته خلال مقابلة أجتها معه ابنته على شبكة أم بي سي عرض الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة صورا رسمها بنفسه لأربعة وعشرين زعيما عالميا ومن بينها للرئيس الأفغاني حميد كارازاي رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني والإسرائيلي إيهود أولميرت والبريطاني السابق توني بلير والرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولاس ساركوزي وجاك شيراك والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل هذه الصور الحاضرة في مكتبة بوش الرئاسية في دالس لم يستثنى منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي المقابلة يعرب بوش عن اعتقاده بأن بوتين ازداد توترا كاشفا كيف أن الرئيس الروسي سخر مرة من كلب بوش الصغير متباهيا بكلبه الأكبر والأقوى والأسرع